تحاول قوات البشملكة بسط سيطرتها على بعشيقة بعد وصولها إلى وسط البلدة في مواجهة معارك عنيفة لا تزال مستمرة مع مسلحي داعش وتقول قوات البشملكة أنها سيطرت على أكثر من نصف البلدة في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن مروحيات أباتشي أمريكية تشارك في عمليات الإسناد الجوي التي توفرها الولايات المتحدة للقوات العراقية في هجومها الرامي لاستعادة مدينة الموصل وفي حي الانتصار سجلت القوات الأمنية العراقية انتصارا ضد تنظيم داعش إثرى طرده من الحي جنوبي شرق الموصل بعد مقاومة أهلها في وجه الإرهاب سيارات انتحارية الآخرونة وانتحارين موجودين وقماصين موجودين شوية شوية يتم التطهير وإن شاء الله بعد ساعة ساعتين ينتهي كل شيء كما أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية أن عملياتها العسكرية أفضت إلى استعادة 11 قرية رئيسية في ناحية حمام العليل التي تعد آخر الخطوط الدفاعية لتنظيم داعش جنوب الموصل مقتربة من مطار المدينة فيما ذكر بيان الشرطة الاتحادية أنه تم إجلاء أكثر من 400 عائلة كان يستخدمها داعش دروعا بشرية شكرا 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 شكرا